إذا كان عنوان قدرنا أن نعطيه لهذا الاتفاق الذي قدرناه فيه هجوش ديال الحويش العنوان الأول هو رفع الحيف على عدد من الفئات ما هي الإجراءات 3,240 يوم التقاعد وما تصوره أن إنسان خدم حياته كلها في القطاع الخاص ومجمعش 3,240 يوم ديال الاشتراك لماذا لم أجمعتها؟ لأن العدد منهم بعدما في خبارهم لم يقع وما هم مصرحين أو لا مصرحين ما هذه من الإشكاليات؟ لأن الدولة لم يقع المراقبة كما ينبغي في التفتيش هذا هو واحد الإشكال وهذه السيدة أعرف كيف يأتيه؟ لأنه يسترجع ما يسمى بالمشاركة في القطاع الخاصة لماذا يأتي من الدرنالة موينة؟ أنا أعيد المدير العام للسين الساس يسترجع 8000 درهم يعني في مصار الحياة كلها الإنسان خدم وكمل وما وصل إلى 1,240 يوم لأنه لا يوجد لا يوجد المدير العام للحياة التي تكون مستمرة كل شهر يقولون إذا أريد أن أعطيك ذلك ما الذي ساهمت به 8000 درهم لا يمكن إذا أريد أن نفع الحياة وتقوم براءة الميزانية لا يمكن أن نرفعها لأنه 25 عام الصندوق الوطني الضمان الاجتماعي لأنه يستوعب هذا العباء المالي من هذا الإجراء وعرفت ما حال الناس في هذه الوضعية ؟ 60% لا يوجد أعني 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 هذا حقيقة هذا رفع الحيف والنقابة أخذنا هذا الشيء والحمد لله كانت تفاعل كبير من الوزارة المالية والصندوق الوطني الإجراء الثاني كوفيد ما سهل كوفيد الناس الذين عانوا من كوفيد تعرفوا الذين كانوا يتخلصوا وعندوا 10 ألف درهم وعندوا 8 ألف درهم وعندوا 15 ألف درهم وعندوا 15 ألف درهم لا يهم شيء هذا الذي يقل مليجة كوفيد كان يفقد الوظيفة نهائيا وكان يستفيد من 2000 درهم في إطار هذا الدعم الذي كان في بعض القطاعات وخرجوا الناس للتقاعد تعرفوا القاعدة احتساب صندوق الوطني الدمان الاجتماعي هي 8 سنوات الأخرى المساهمة وفي هذه 8 سنوات ستجدوا عامين لا يوجد صالح إذن كنت تخيلوا معي الوقعة هذه السنتين أصل 8 احتساب المعدل الأجراء الذي ستدفع هذا السيد لا يوجد معه من يهدر وهذا السيد لا يكون دخل في إطار تعبئة نقابية لأننا أخلاقنا مع الناس والدنا والنا والنا الخارجين لا يوجد تعبئة والتأثير هذا يجب أن يدار لأنه يجب أن يرفع وكان تفاعل سريع جداً من طرف سيد الرئيس الحكومة والتعبئة الحكومة في هذا المجال عن طول شيء يمكن أن يكون واحد العداد ديال الأمور بطبيعة الحال المقارنة مع ما بين هذا العرض وما بين العرض السابقة هي لا مجال للمقارنة مع وجود الفارق لأنه هذا العرض هذا هو عرض متكامل لأنه عرض يلزم الحكومة بلقاء النقابات هذا يرمع عند التشتمان ويلزم الحكومة أنها في كل لقاء توضع في جدول الأعمال كل مواضيع التي توضع في جدول الأعمال ويفتح الباب أمام عدد من الإجراءات بما فيها القدية رفع الأجور تحسين الدخل لإعادة ديال المنظومة وحد عدد ديال الأمور ولكن وصلنا الواحد الواقعية مع الجميع وكان ظن لو ما كانش هذه الاتقامة سيكونش هذا الاتفاق بهذا البعد وبهذا التعبئة يشتوها حتى من طرف النقابات تخوف من عدم التزام للأطراف لإستطبيق الاتفاقيات أنا لا أكتب عليكم هي نحن الأسس التي وضعنا لهذا الاتفاق هي لكي تلزمنا كاملين أنه إذا كان شيعيب يبنضغيها لدينا كاملين من الحكومة في هؤلاء وشبت أنتو ما شدو من الحكومة في التفاقات فوقاش توقع لكي نار السبد ندرنا العيد فوقاش نهار التنين الآربع مغال الوحدة ندرنا الاشتماع مع السيد الرئيس الحكومة خدمة بدات جوان جوان ربعض غدا جوان ركم عفتور رحنا ديجا في شهر ديال مي جوان تكون الامور ديالنا وجدة في هذوك اللي جن اسمتها الموضوعاتية شوفوا النقابات مع سيد رئيس حكومة توجهوا لشو تنبير وحنا غادين والوضعية الاقتصادية ديالنا تحيا حتى نشوفوا شنا هو جدول الاعمال اللي غادي يكون في شو تنبير لانك تعرفوا انه من بعد غادي نبدوا في الدورة ديال قانون المالي اللي هو ما تنساش تشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هسبريس